قال وزير الخارجية سامح شكري إن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح غير مقبولة مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل أربع مرات وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي وضف الوزير شكري أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة وأكد وزير الخارجية أن العمل جار على جميع المستويات ومع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع كما أضف شكري أن دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي كما أدان وزير الخارجية استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة مؤكدا أن الأولوية القصوى هي لدخول المساعدات إلى القطاع ترجمة نانسي قنقر